ينضمنا على تليفون دكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي اهلا بحضرتك دكتور سمير بنوارنا في مصر جديدة وفي ذكرة ميلاد زعيم عظيم زي الزعيم السادات في رأيي دكتور سمير فرج اين تكمن عبقرية السادات؟ مساء اخير لحضرتك ولكل السادة المشاهدين حقيقة كلمة واحدة يمكن انت قلتها في وسط المقدمة بتاعتك انه كان رجل سابق عصره هذا الرجل كان تفكيره متغير عن كل الزعيماء اللي كانوا في المنطقة ولذلك اديك شفتي اطعو مصر لانه كلهم معرفوش ايه من تفكير هذا الرجل هذا الرجل تسلم مصر وهي محتلة الظروف اقتصادية سيئة كل الاقتصاد المصري موجه للحرب وللجيش واتخذ قرار الحرب اتخذ قرار الحرب ده بيعتبر من اقم قرارات السادات في حياته لان لو كانت الحرب فشرك كان معروف ان هي ايه من غير ما نتكلم فاللي بيتخذ قرار جاي ده بيبقى عارف يا يمين يا شمال اتخذ قرار الحرب ونجح فيه وربنا وفقنا به وقبل ما بيتخذ قرار الحرب دايما الناس يقول له صاحب قرار الحرب والسلام انا دايما بقول لا ده فيه قرار تاني كان في رأيي يساوي قرار الحرب وهو عندما طرد الخبر الروس من مصر هذا القرار له عدة اسباب ونجاحات كبيرة اولا لو كانوا قاعدوا كانوا قالوا ده الخبر الروس هما اللي خططوا للحرب وهم اللي حربوا وهم اللي طلعوا وزي ما قاعد يقولوا دي تمثيلها والكلام ده كله حاجة تانية طرد الخبر الروس دي كانت احد العناصر التي كانت نقول ايه مفاجأة للحرب واحد العناصر اللي حقايت مفاجأة لاسرائيل في الحرب لان لما قاعد مع قيادات القوات المسلحة في يوليو عند التخطيط للحرب فاتفوا انه حيبعد حافظ اسماعين مندوبه ايه او مستشاره الامن القومي الى امريكا ويتقال له اديك شفت احنا مش هنحارب ومش هنقدر لو دي احنا طردنا الخبر الروس ان الروس ما دوناش السلاح الهجومي فبالتالي شوف لك حل ومن هنا جاء اقتناع كيسنجر بان السادات عمل ايه بلافينج نقول يعني لف عليه واقنعه ان احنا مش هنحارب ولذلك الفيلم بتاع جلده اللي طلعه السنة دي حقيقي الجزء الاولاني كان واضح فيه ماذا حدث ان يوم 6 اكتوبر الساعة 10 الصف وهم عاملين المؤتمر الوزاري المصغر وبيقولوا له الحشود قتلوا ملأ السادات مش هيهجم وده كانت احد اسباب انا بقول دايما هذا القرار عظيم بالنسبة لنا كقوات مسدحة لانه نجح في خداع العدل اسرائيلي حاجة تانية بقى اللي انا بعتبرها وهو القرار السلم وان راح اسرائيل ده كان فوق التوقعات والحاجة اللي احنا عايشينها النهاردة وبنندب عليها وهو ان مجوش الفلسطينيين واقعدوا في مينهاوس على الترابيزة وترفع علم فلسطين قدام اسرائيل وكان جايب لهم الحكم الزاتي للقطاع غزة والضفة اللي احنا النهاردة مش عارفين نوصله كان هو وصله وقدمه على الترابيزة من الفضة الى الفلسطينيين وتعالوا عدو وحتتعامل لكم دولة مستقلة في الضفة والقطاع وانه هيبقى لكم حكم ذاتي وهم رفضوا النهاردة حقيقي بكرة حيندموا طول العمر الفلسطينيين هم ما بيندموا دلوقتي لان الضفة بدأت تروح بدأت كل اربعة تشهر بتعمل مستعمرة جديدة وكمان كام سنتين تلاتة مش هتلاقي الضفة خالص خالص هتلاقي كلها عبارة عن اسرائيليين فعشان كده انا بعتبر من اكبر الحاجات اللي الفلسطينيين نقول خسروها في حياتهم وهم انهم ما سمعوش قرار هذا الرجل العظيم ما دام انجين رحت امريكا عدة مرات ومش عايزة اقولك لا تتخيالي حب واحترام الامريكان لهذا الرجل هنري كاسنجر وصفوا انه رجل لا يمكن لاستغناء عنه لصنع سلام في الشرق الاوسط ده من ناحية مصر انا بتكلم عن الشرق الامريكي كان انا كنت اهم انتخابات ريجن هناك كنت بدرس باخد الدبلوما تحت المانجمنت والله والله وكان ايميها الانتخابات يقولك ايه طب اجيبوا السادات ترشحوه هيكسب لانه هذا الرجل بالكارزمة بتاعته بالشعبية بتاعته بطريقته انه رجل بيقتحم المشكلة وراح للخصم في ارضه وقال له انا عايز السلام وسلام الاقوياء لا تتخيالي قد ايه كان قيمة هذا الرجل السادات وانا شفت وانا طالب بدرس هناك طبعا انا كنت ضابط بس طالب بدرس في امريكا وشفت احترام الابريكان لقدرات هذا الرجل هذا الرجل يعني اذا نرجع تاني استلم مصر وياه مهلهلة انه الارضها محتلة الجيش بتاعه بيعيد تكوينه تاني بتعمل خطط العبور وتولها في اكثر الظروف اتخذ قرار الحرب ثم بعد الحرب بدأ يتخذ السياسة بتاعته مع عينري كيسينجر عشان نصل للسلام ونجح ان احنا نصل بالسلام ونجح ان احنا نعيد لمصر ارضاها بالكامل كان طبعا عدا مشكلة طابة اللي هم كانوا كيلو دولت والرئيس مبارك خلصها لكن حقيقي التاريخ في يوم الايام لن يظلم هذا الرجل وحيدي له حقه انه كان سياسي قائد عظيم ادى دور عظيم في تاريخ مصر والعالم العربي وزي ما حالك قلت في المقدمة كل الناس اللي هجموه قبل كده رجعت او انتقدوا زي مين مين اللي انتقدوا ورجع اللي كان على حقه هنقول كل وزراء الخارجية اللي كانوا معاها وزير خارجية سابوا في كاب ديفيد ورجع مصر قالوا مش موافق بعاد فالناس بقولك هو رجل كان سابق عصره كان حتى هيكل الكتر عليك خريف الغضب وكل الكلام ده في الاخر وانا عدت مع هيكل واحنا ايام المجلس العسكري وكنا من بندردش في عوضاع وقال فعلا السادات كان يعني رجل دولة وانا غلطت في يوم من ايام لما انا هجمته ولكن انت عارف النفس البشرية لما يعطقها الوكلام من ده انما حقيقي هذا الرجل مصر مش هتواد وانا مرة في حوار مع السادات الرئيس قلت ربنا بيكرمنا دايما بزعاء مصر عظمين قلنا عبدالناصر كان عظيم السادات عظيم مبارك ايضا عظيم ودي احنا مع السيسي الرجل عظيم فان شاء الله ربنا يكرم مصر بقادة زي السادات دايما ينور بصرتهم خاصة واحنا في فترة حالكة زي ما كنا فيها سنة سبعة وستين لكن احنا النهاردة بنترحم على رحض الرجل القائد العظيم الذي هو كان سابق عصره ورغم من كل الدول العربية حربتنا وخدت مننا الجامعة العربية وتتا تونس وكان هناك نقول ايه عدم تعامل كامل معانا انا كنت طالب بقى في المرة الاولينية ايام الفترة دي في انجلترا وكنت بشوف العرب وهم بيهجمونا وبيهجموا السادات لانه عمل اتفاقية السلام لكن النهاردة شوفي من الدولة الوحيدة من التلاتة اللي خدت ارضها هي مصر احنا خدنا ارضنا بالكامل ما فيش فتفوتة ناصة النهاردة الدفة الغربية اللي كانت مع الاردن ما زالت محتلة باسرائيل الجولاد ما زالت محتلة كل ده بفضل جيش مصر العظيم شعب مصر العظيم وقائد عظيم كان في هذه الفترة وهو محمد ارنو السادات اشكر حضرتك شكرا جزيلا المفكر الاستراتيجي الكبير الدكتور سامير فارق شكرا جزيلا